بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نقتبس من كتاب سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإمام المحدث المفسر الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه ونتابع في أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول يقول المصنف رحمه الله ثالثا إن حسن تأليفه صلى الله عليه وسلم بين قومه الذين كانوا أشتاة منقسمين على بعضهم ورفعه الخلاف من بينهم وإبعاده إياهم عن الشحناء والبغضاء لا سيما في محاز الاختلافات ومثال العصبيات والقبليات إن هذا لمن أكبر الشواهد على سعة عقله صلى الله عليه وسلم وسمو فكره وإليك حادثة وضع الحجر الأسود في موضعه وتنازع قبائل العرب وتنافسهم وتزاحمهم على ذلك حتى هموا ببعضهم فلم يخرجهم من ذلك إلا رأيه السديد صلى الله عليه وسلم حتى إنهم أصبحوا راضين وكان ذلك قبل بعثته صلى الله عليه وسلم وله من العمر خمس وثلاثون سنة وذلك أن قريشا لما جددت بناء الكعبة تنازعوا في رفع الحجر الأسود وتنافسوا رجاء أن تنال كل قبيلة شرف رفعه ووضعه في موضعه وعظم القيل والقال بينهم ثم إنهم قالوا نحكم أول داخل من باب بني شيبة فكان صلى الله عليه وسلم أول من دخل منه فأخبروه فأمر صلى الله عليه وسلم بثوب فجيئ به فوضع الحجر وسط الثوب وأمر كل فخذ من أفخاذ العرب أن يأخذوا بطرف من الثوب أي بجانب منه فرفعوه كلهم فلما أنهوه إلى مقره أخذه صلى الله عليه وسلم فوضعه بيده في موضعه فانظر كيف سلك بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الإنصاف ليرفع من بينهم الخلاف